يعني أنا كلاجة يعني ما هو الإجراء الصحيح الذي يجب أن أقوم فيه سأل سؤال راقي هنا كيف لازم يعيش أنا حقله كيف لازم يعيش لازم تعيش تأمن أنه هنا أنت مقدس أكثر من الإله هيك لازم هاي إذا بتأمن فيها بتقول بسم بتقول بسم أنه أنا مقدس أكثر من الإله ساعة تعرف تمشي بأوروبا إنك أنت هتشعر بالأمان مش هتشعر بالأمان في ظل هذا الخطاب الكريب أقول لك بصراحة ممكن تنصف إذا تم وقع عليك مساء اعتداء عنصر ولا شيء ممكن تنصف أنا بحكي عن تشعر ممكن تنصف وهنا حتى القضاء أنصف الأفريقي اللي قتلت الشرطة بتحريض من يورج هايدر اللي مات مخمور أنا ذاك في حادث سيارة ممكن تنصف بالشعر بالأمان وسط هذا الخطاب لا أنا حاكس لك الصورة أعكس لك الصورة هما بيدعوا الحزب هذا اليمين بيدعي أنه إحنا مش شعرين بالأمان منكم أنتو من اللاجئين أنا بدي أحكي بالعكس أنا مش شعر بالأمان هنا وأنا إلي 35 سنة وأولاد موليد البلد وكلهم بيشتغلوا بيعملوا درسوا هان مش شعر بالأمان في ظل الخطاب التحريض الكريه العنصري هذا بالتأكيد مش شعر بالأمان طالما موجود هذا الخطاب وطالما فيه غض نظر من أحزاب أخرى اللي بيحكي له عليه الحزب الشعب وهذا فضائح وفسائد وكمان بتسكم الأنوف هو أصلا يميني أيضا يعني ما بيختلف كتير عن الحزب اللي اتطرقنا له فأيدولوجيته اللهم يعني مغلفها شوية أو مغير شوية في بعض البنود موسيقى